سجلت الوكالة الوطنية للنفايات 649 بلاغاً على المستوى الوطني عبر تطبيقها نظيف المخصص للمراقبة والتبليغ عن النقاط السوداء والمفرغات العشوائية خلال الفترة المنتدة بين 1 جوان و28 أوت 2023 ووضح بيان الوكالة أن المعطيات المقدمة قد تم تحريرها بالنسبة للولايات العشر الأولى المصنفة حسب عدد البلاغات المسجلة خلال تلك الفترة حيث تم تحبيل التطبيق 24086 مرة على المستوى الوطني وقد سجلت الوكالة الوطنية للنفايات على مستوى العاصمة 1131 بلاغاً منها 61% تخص النقاط السوداء و39% تتعلق بالتقصير في جمع القمامة مقابل 496 بلاغاً على مستوى ولاية وهران أي 72.2% تخص النقاط السوداء و27.6% لتقصيره في جمع النفايات